اشتركوا في القناة يعني طبعا كاس العلم للمنتخبات وكاس العلم لاندي اخدونا شوية من الشامبينز ليج بكرة في موقعها نارية في الشامبينز ليج ما بين بي اه جي وما بين باي ميونيخ طبعا كل عشاء الكرة يعني في انتظار المباراة دي عودة مرة تانية للمشاط الشامبينز ليج فهناخد يعني جاب كده او بريك كده لطيف مع الكرة العالمية النهاردة وحابب اتكلم معكم في موضوع يمكن لفت نظري جدا اليومين دول وخدوا بالكو احنا بنتكلم احنا النهاردة لسه ما جاش ما وصلناش نصف فبراير هابي فالنتاينز داي بالمناسبة بكرة ان شاء الله خلينا نتكلم اكتر على ازاي بتتحرك الاندية الاوروبية الاندية الكبيرة واحنا لسه مخلصناش فبراير والموسم لسه يعتبر في بالنسبة لاوروبا يعني عموما يعني في المنتصف يعني ماتشاط الشامبينز ليج داخلين في دور الستاشر ماتشاط الدوليات تقريبا لسه فاضل نص المسابقة فبالتالي انت بتكلم انه لسه بدري اوي هتكلم بقى انه مفيش تركيز على فكرة انه والله اص الصفقات مش وقتها دلوقتي اصو اللعيبة ممكن تخرج عن تركيزها انا بكلمكم ده بيحصل عادي جدا وعلى مرأة ومسمع من الجميع وبنتكلم على اندية كبيرة جدا وبنتكلم على لعيبة كبيرة جدا اخدوا بالكم من النهاردة بدأ كلام كتير على موسم الانتقالات الصيفية المقبل وكلام على صفقات من عارض تقيل احنا نتكلم ممكن على اهم الاسماء او اهم النجوم اكبر الاسماء في الكرة الاوروبية فمن النهاردة مثلا وبما ان احنا ابتدنا بكلامنا في حلقة النهاردة عن صلاح كلام على انه صلاح من الوارد جدا انه الموسم ده يكون الاخير ليه في الانفت في ليفر بول وفيه كلام كتير انه فيه اكتر من نادي جوانجلترا وبارا انجلترا مهتمين بضم محمد صلاح ابرزهم بعد ما كان الكلام في الفترات سابعة قبل كده عن الليجة وعن برشلونة وعن الريال نهاردة بنتكلم على باريس سان جورمان في كلام على انه باريس سان جورمان مهتم جدا وخصوصا في ظل انباء على انه الموسم ده ورده هو الاخير بالنسبة لكيلين مبابي مع البي اش جي فيه كلام على اهتمام بي اش جي بنجمينة المصري طبعا محمد صلاح اللي داخل على الخط واللي يمكن مقدم موسم اكتر من رائع واللي فيه احتمال احتمال وارد حتى اللحظة اللي بنتكلم فيها اللي هقوله لكم ده احتمال وارد جدا انه صلاح ورونالدو يبقوا هما الاثنين في نيو كاسل يونيتد الموسم اللي جاي ده اخبار جاية الحقيقة يمكن بشكل كدير جدا عن المكاتو فيما يتعلق بنجمينة المصري محمد صلاح بي اش جي ونيو كاسل خد بالك كمان انه الريال بيفكر في صفقتين هيكون يمكن اهم صفقتين في الموسم لو تم الكلام على ايرلينج هالند اللي بالفعل يمكن فيه كلام وتفاصيل مرتبطة بكلامه مع وكيله ان الموسم ده هيكون الموسم الاخير وهو الموسم الوحيد اللي هيقضيه مع المان سيتي وانه الاحتمال الاكبر انه ايرلينج هالند وكيليا نيمبابي السنة الجاي او الموسم اللي جاي في ريال مادريد وده طبعا هيكون بالنسبة للريال مادريد وبالنسبة لعشاء المرينجي يعني خبر الموسم يعني بعد اكتر من موسم كلام دايما عن فشل الصفقات او ان ما فيه صفقات معارض تغيل دارت الريال في السنوات الاخيرة غيرت استراتيجيتها يعني بدل ما بقت بتلعب بالستايل بي اش جي بقت بتلعب بالستايل باي ميونيخ لعيبة صغيرة لعيبة قدامها لسه المشور طويل عمرها في الملاعب كبير مواهب حقيقية متابعة وتقييم ليهم بشكل كبير جدا ونجي بزي ما حصل مثلا مع كامافينجا لعيب ما كانش معروف على الاطلاق انا كنت طبعا شايفه وشايف مشواره ومتابعه مع منتخب فرنسا كنت بشوف انه مستقبل خط النص الحقيقة لمنتخب فرنسا وقد كان اشتراء الريال بعدها على طول شوامينيه واحد برضو من الصفقات صحيح جاي برقم يعني خرافي رقم جبار لكن في النهاية على مستوى النجومية والشهرة ما هيش بالنسبة للجمهور يعني ما هيش الصفقة التقيلة ما هواش السوبرستار اللي تقول انك زي ما بتجيب مثلا كريسان رونالدو من منشستر يونايتد او زي ما بتجيب جارث بيل من توترهام جايبين الريال جايبهم نجوم من كلاس اي نجوم من العارة اي لكن يبدو انه فلسفة الريال في السنوات الاخيرة اختلف فالعودة لاسم كيليا نيمبابي وإيرلينج هالند يبقوا صفقتين طبعا مرضيين جدا جدا ويغيروا بالتأكيد جدا من قدرات الريال الهجومية اللي هي في الاصل جبارة يعني خلينا نتكلم انه الريال يملك الحقيقة كريم بن زي ما واحد من افضل من افضل مهاجمين العالم لكن تتكلم انه كريم بن زي ما ما فيش مستقبل يعني موسم ممكن اتنين حتش عارف بس في النهاية ما هواش مستقبل قيادة خط هجوم ريال مادريد فينيسيس جونيور في حالة حقيقة نجاح الريال في حسم صفقتين ايرلينج هالند وكيليا نيمبابي من الوارد جدا جدا وفيه كلام على انه فيه اهتمام برضو من نادي الفرنسي بفنيسيس جونيور وكان سبق قبل كده للي ما يعرفش يعني انه بيه جي كان تقدم بعرض رسمي لريال مادريد بيرغى فيه شراء فينيسيس جونيور بمية خمسة وثلاثين مليون يورو ده العرض الاخير اللي تقدم به ريال البي اه جي لريال مادريد ولكن العرض ده طبعا اترفض وكان الرد واضح وصريح انه فيني ليس للبيع ده كان كلام طبعا المسؤولين في ريال مادريد لكن في جميل احوال انا حابب اتكلم معكم كمان بصرف النظر عن الاسماء ازاي الاندية الكبيرة الاندية اللي عندها شخصية البطن اللي دايما بتلعب على اي بطولة او اي لقب هي بتدخل تتنافس عليه بتفكر وبتحضر للميركاتو اللي جاي من الوارد انها تكون طبعا في جزء منها منورة ومن الوارد انه الصفقات دي ما تتمش في الاخر لكن فلسفة البايرن وفلسفة الريال حقيقة هتكون واحدة من موضوعاتنا اللي نتكلم النهاردة فيها كيف تخطط الاندية الكبيرة لموسم الانتقالات الهلال حاضر معنا بما انها المواجهة القادمة والمواجهة الاهم للأهلي فيه بداية مشوار دور المجموعات في الشامبيونز ديج هتكلم عليها النهاردة بس قبل ما نبدأ حلقتنا وندخل فيه التفاصيل تعالوا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم قبل ما ابدأ اخبار النهاردة الحقيقة يمكن دير سالة يعني كنت حابب ان انا اتكلم فيها بس كانت ظروف مطشاط الاهل يوم وجدته في كاس العالم يمكن ان تركيز الناس مع المطشاط والنتائج والاداء وكده ما كانش يعني هيكون لها محلم الاعراب او يمكن ما كانش تلقى لصدى اللي انا اتمنىها الحقيقة واتمنى ان الرسالة تكون واضحة الرسالة دي انا بوجهاها لكل القائمين على الكرة المصرية بما انه يعني الحمد لله الحمد لله رصدنا من البطولات على مستوى المنتخبات بكل فئتها بقى منتخب اول منتخب اولمبيا منتخب شباب وايضا حقيقة على مستوى الاندية رغم انه يمكن النادي الاهلي هو اللي ظهر في الصورة وفي المشهد يعني بشكل اساسي ورئيسي لكن ده ما يمنعش انه يعني عندنا صحيح الزمالك بيعاني فترة دي وبدايته غير موفقة افريقية لكن دايما هتلاقي الزمالك موجود في المنافسة على البطولات الافريقية هتلاقي فيوتشر وبيراميدز في الفترة الاخيرة كمان بيشاركه في الكونفيدرالية واعتقد ان شاء الله يكون ليهم حظوظ اتمنى يعني يكون ليهم حظوظ السنة دي لكن في النهاية وانا بتابع دايما مطشاط الاهلي واحنا بنتكلم على مطشاط الاهلي وانا بتكلم مع الزمالك هنا في القناة لفت نظري شيء غريب جدا واستغربت الحقيقة انه يمكن كنت اثرته قبل كده في واحدة من موضوعات بشكل اساسي في القناة هنا في السادسة ولكن يبدو انه يعني محدش مهتم بالقضية بشكل كبير انا شايف انه على ربطة الاندية وعلى اتحاد الكورة وعلى كل الرؤساء الاندية ومجالس اداراتها الحقيقة انه هم يلتفتوا للموضوع ده والموضوع ده خاص بالحقوق الملكية الفكرية للماتيريال الخاصة بمشاركات الاندية المصرية والمنتخبات المصرية في البطولات العالمية والقرية يعني منتخب مصر مثلا لما بيشارك في بطولة كاس العالم منتخب مصر لما بيشارك في بطولة امم افريقيا الندي الاهلي بيشارك في كاس العالم بيشارك في بطولة امم افريقيا وغيرها من المنافسات اللي هي خارج حدود مصر القصة هنا في حقوق البس الحقيقة بشوف فيها ظلم شديد جدا لحقوق الأندية المصرية وأنا عارف طبعا أنه الاتحادات المنظمة أو القائمة على تنظيم البطولات هي اللي بتقوم ببيع حقوق البس في البطولات دي للقنوات في مختلف المناطق في العالم يعني مثلا أنت متفرج على الدولة الإنجليزية في منطقة شمال أفريقيا الشرق الأوسط فيه شركة بتملك حقوق البس في أسيا شركة تانية في أمريكا الجنوبية شركة تلتة في أوروبا شركة ربعة وكذا يعني لكن في النهاية الماتيريال دي جزء بتبقى هيبقى في يوم الأيام جزء من تاريخ النادي يعني أنا أما أتكلم مثلا عن مشاركة النادي الأهلي في بطولة كاس العالم من خمس ست سنين أعتقد ده شيء ما لهش علاقة بحصرية حقوق البس في التوقيت ده ده بقى جزء من تاريخ النادي الأهلي ومن حق النادي الأهلي أو من حق منتخب مصر أو من حق أي نادي يعني بيشارك في أي بطولة أنه يبقى عنده أرشيف خاص بمشاركته في البطولات دي ممكن تبيه حقوق البس بشكل حصري أثناء فترة البطولة أو حتى على أقل تقدير ممكن بعد البطولة ما تنتهي مثلا بسنة بسنتين بثلاث سنين تملك حقوق الملكية الفكرية للماتيريا دي لكن أعتقد أنه من الطبيعي جدا ومن العدل ومن المنطق أنه بعد مرور فترة كافية لما بتصبح البطولة دي طي النسيان بقت ذكرى في التاريخ ما بقاش شي حد مهتم أساسا بشكل كبير جدا أنه هو يتبحى ولا يعرف أخبارها أنه مباريات الأندية دي ترجع ليها يبقى عندها نسخة منها تحتفظ بيها لأنه ده جزء في النهاية من تاريخ النادي لما نيجي نتكلم بعد مئة سنة من النهاردة الأجيال اللي جاية يعني بعد كده اللي بتيجي تشجع النادي الأهلي وعلى شاشة النادي الأهلي في يوم الأيام اللي طبعا أكيد مش هتكون بالشكل النمطي اللي أنتو بتشوفوه ده أكيد هتكون شكل مختلف تماما أو بشكل التقريد يعني اللي أنتو بتشوفوه النهاردة ساتيلايت وكابلز وحاجات كده هتكون فيه طبعا حاجات تانية يعني متطورة أكتر لكن من حق النادي في الوقت ده أنه تاريخه وأرشيفه وخصوصا النادي ناجح زي النادي الأهلي عنده عدد كبير جدا من المشاركات والتتويجات والألقاب اللي بيحققها في البطولات دي أنه يبقى عنده جزء من مبارياته حق انجوموا عليه اللي شاركوا في البطولات دي أنهما يبقى عندهم القدر أنهما يشوفوا نفسهم ويستعيدوا ذكرياتهم هنا قصة مش قصة حقوق بس هنا قصة قصة حقوق ملكية هنا القصة قصة تاريخ هنا القصة حاجات كتيرة جدا لابد أنها تتحطى في الاعتبار طيب خلينا نروح لأخبارنا النهاردة العمري فاروق الحقيقة نائب رئيس النادي الأهلي هو اللي هيكون رئيس بعثة الأهلي في رحلته للسودان مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب بكلف العمري فاروق نائب رئيس لرئاسة بعثة الفريق اللي هتتجي إن شاء الله للسودان استعدادا لبداية مشوارنا أو الاستكمال مشوارنا بقى في بطولة دوري أبطال إفريقيا بداية مطشاط دور المجموعات مباراة الهلال إن شاء الله بإذن الله يكون معادها يوم السبت الجاي في السودان وتحديدا في ملعب الجوهرة الزرقاء الرحلة إن شاء الله بإذن الله تبدأ من يوم الخميس للي ما يعرفش طبعا زي ما بنتبع مع حضراتكم بشكل يومي وقلنا مبارح إنه النهاردة وبكرة إن شاء الله راحة سلبية بقرار من ميسر كولر الفريق يرجع يتمرر إن شاء الله مرة تانية يوم الأربع ويوم الخميس هيكون تمرينة أخيرة في القاهرة وفي نفس اليوم يسافر الفريق إن شاء الله بالسلامة للسودان عشان يستعد لمواجهة الفريق الهلال طبعا ونسخة الهلال حقيقة هي مش نسخة الهلال بس أنا شفت لسه طبعا يعني الدنيا ما ضارتش قوي ما تفرجتش على مطشاط كتير بس شفت كده بصت بصت سريع لا واضح إنه دوري أبطال أفريقيا السندي مختلف وواضح إنه مش بس اللاعبين التقليديين أو الفرقة التقليدية هي اللي هتنفس على البطول يعني خلينا أقولك أنت متوقع مثلا أنه الأهلي والتراجي والرجاء والوداد وممكن سنداونز لأ أنا أقولك فيه 3-4 فرق تانيين مجهزين نفسهم للبطولة دي بشكل وعلى أقل تقدير مش بالضرورة يعني للمنافسة أو التتويق لكن الحقيقة هيكونه نسخ صعبة جدا وهيبقى فيه مطشاط صعبة جدا جدا في النسخة دي من دوري الأبطال عشان كده بداية الأهلي يوم السبت اللي جاي مهمة جدا وخصوصا المواجهة اللي بعدها هتبقى سنداونز وسنداونز لازم نتفق أنه وسنداونز كمان السنة دي نسخة مختلفة جدا هو حقيقة واحد من أفضل فرق بتلعب كرة في أفريقيا وكل سنة أو كل نسخة شامبينز ديج بقول دايما أنه منافس الأهلي الأبرص في البطولة دي هو سنداونز فرقة محترمة جدا عندها من أحلى الفرق اللي تتفرج عليها بتلعب كرة في أفريقيا عندها مواهب على أعلى مستوى يمكن بينقصهم شوية شخصية البطل ما عندهمش يعني دوافع البطولة دي لكن هم كفريق كرة فريق محترم جدا جدا ودعموا نفسهم بكذا صفقة الحقيقة على أعلى مستوى فبالتالي نسخة سنداونز هتكون شارسة جدا وبالتالي وجود الهلال والهلال تقيل السنة دي في المجموعة هيصعب بشكل كبير جدا هيدخل المجموعة في حسابات معقدة مهم جدا البداية مع الهلال وخصوصا أنه مطش برة وخصوصا أنه المطش برة وانتوا عارفين طبعا صعوبة المطشات والجماهير السودانية بتاعشق كرة القدم وجماهير الهلال طبعا احنا لنا معهم ذكرات كتير جدا وبالتالي هتكون مباراة في غاية الصعوبة نتمنى ان شاء الله أن بداية مشوارنا تكون بشكل إيجابي وموافق وما عنديش شك أنه احنا نقدر ان شاء الله بإذن الله وخصوصا أنه يعني فيه فترة راحة سلبية فيه فترة استعداد إلى حد ما تعتبر معقولة قبل ما نسافر للسودان ونروح لمواجهة الهلال بمناسبة ليفربول وكلامي عن صلاح النهاردة وكلام كتير قوي طبعا يعني بصرف النظر عن كلامي على صفقة صلاح المحتملة وأنه ينتقل للبي اه جي أو نيو كاسل يونيتد فيه تقارير كتيرة جدا بتقول أنه إدارة ليفربول أصبحت مقتنعة تماما أنه صلاح هو آخر موسم له وفيه بعض التقارير رصدت أنه مطالب نادي ليفربول في محمد صلاح 50 مليون سترليني أي نادي هيدفع 50 مليون سترليني هيحظى بخدمات محمد صلاح نفس التقارير دي كلمت كمان عن الموسم ده هو الموسم الأخير يورجين كلوب طبعا المدرب الحق نجحات كبيرة جدا مع ليفر في السنوات الأخيرة لكن كلوب في آخر تصريحاته كلوب كان بيتكلم على مستقبله مع ليفر وقال لن أرحل عن ليفربول وهنقاطل أنا والكتيبة كتيبة ليفربول عشان نستعيد مستوانا مرة تانية ونحقق نجحات كتيرة جدا ده اللي كشف عنه يورجين كلوب الحقيقة مدرب ليفربول ردا على سئلة كتيرة جدا فيه يعني تعلقت بأنه الموسم ده هيشهد نهاية علاقته بسبب سوء النتائج وتراجع المستوى والمعاناة اللي بيعاني فيها ليفربول على كل المستوات رغم أن أنا بشوف لسه أنه المفاجآت وردة في الشامبيونز ليج يعني أكيد طبعا ليفر ودع المنافسة على لقب البريمير ليج وبالتأكيد هيكون صعب جدا على أقل يدخل في المراكز الخامسة الأولى لكن فرص ليفر تبقى الحقيقة وخصوصا أنه فيه كتير من الأسماء رجعت من إصابات حيبان طبعا مرضودها في الأيام اللي جاية مع مشاركة ليفربول في مطشاط الشامبيونز ليج وده اللي نقلته أكدت عليه صحيفة ليفربول إيكو طبعا قالت أنه على سان يورجين كلوب طبعا قال أنا مررت يعني عدت بعدد من اللحظات الصعبة جدا خلال مسيرتي وده اللي كان دايما بيحصل في نهاية فتراتي مع الأندية اللي سابق قد أنا توليت مسؤوليتها لكن أنا مصمم على أن أكمل رحلتي مع ليفر اللي بيحتل حاليا في اللحظة دي المركز العاشر في الدولة الإنجليزي برسيد 29 نقطة ومفس ومحققش ولا فوز في آخر أربع مطشاط في البريمير ليج أو في الدولة الإنجليزي قبل ما يواجه النهاردة مواجهة ديربي خد بالك إيفرتون يعني اللي مش متعمق أيه في الدولة الإنجليزي لا مباراة ديربي زي الأهلي والزمالك كده في ليفر بول إيفرتون وليفر بول مباراة ديربي من العارة التقيل وهتكون مباراة أتمنى أنه يكون تتبعون النهاردة أنه هيكون فيها كرة حلوة جدا النهاردة كمان في رقم مهم بينتظر محمد صلاح لو نجح مو صلاح النهاردة في أنه هو في المباراة دي يصنع أو يهدف يعني لو أحرز هدف أو صنع هدف هيكون بيحقق أو بيكسر رقم تاريخي جديد يضيفه لأرقام القياسية اللي حققها في مشاركته في إنجلترا النهاردة صلاح لو سجل أو صنع هدف في المباراة بتاعة إيفرتون يوصل للمساهمة في مئة هدف في ملعب واحد في الدولة الإنجليزية على ملعب الأنفل ملعب ليفر بول هيكون صلاح ساهم في صناعة أو ساهم في صناعة وتسجيل مئة هدف تحديدا هو ليه 76 هدف سجلهم ليه 23 أسست أو لا 70 هدف 70 هدف سجلهم و29 أسست مظبوط كده 70 هدف سجلهم و29 أسست هدف النهاردة يسجله أو أسست يصنعه محمد صلاح في المباراة بتاعة النهاردة يوصل لمئة هدف على ملعب واحد في الدولة الإنجليزية وده رقم ما تحققش في تاريخ بطولة الدولة الإنجليزية أو ما سبقش محمد صلاح في تحيير الرقم ده في الدولة الإنجليزية غير 12 لعب فقط 12 لعب فقط نجح فيه مساهمة في 100 هدف في ملعب واحد في الدولة الإنجليزية هيكون محمد صلاح في حالة نجاحه النهاردة هو اللاعب رقم 13 فاصل وعندنا كلام أكتر على الدولة الإنجليزية وكلام أكتر عن القوى العظمى اللي ظهرت بشكل كبير جدا قوة راجعت تشيلسي ليفر بول النهاردة بنتكلم على أرسنل على نيو كاسل الخريطة تغيرت بشكل كبير جدا في الدولة الإنجليزية البطولة رايحة على فين؟ تابعونا بعد الفاصل إيه اللي بيحصل في الدولة الإنجليزية؟ وإزاي التغير ده يحصل أو التباين ده يظهر على مستويات فرق كانت كبيرة جدا من موسم واثنين فاتوا نحن نتكلم على أنه شيلسي مثلا على سبيل المثال وليفر بول من قبله كانوا قريب جدا موسم والتاني اللي قبله أبطال تشامبيونز ديج وكانوا أبطال دوري إنجليزي إزاي يحصل بيهم أو يصل بيهم من مستوى لهذا التراجع رغم وجود نفس النجوم وإمكانيات كبيرة جدا بيتمتع بيها الفريقين وإزاي قوة جديدة بتظهر صحيحة أو قوة تقليدية الأرسنل كلنا عارفين طبعا الأرسنل وعارفين تاريخ الأرسنل وعايز أقول لكم كمان أنه يمكن عشان ابتعد لفترة طويلة كتير من الجماهير اللي بتابع الدوري الإنجليزي نهاردة متعرفش أنه نيو كاسل يونيتد كان واحد من كبار الدوري الإنجليزي في يوم من الأيام وقدم أسماء على أعلى مستوى ضفنا النهاردة في السادسة هو مدير فاني صابق طبعا لنيو كاسل يونيتد جون كارفور وكان مدرب نيو كاسل يونيتد مع الأسورة طبعا بوبي روبسون وحاليا هو مدرب منتخب اسكتلندا بداية طبعا نرحب به ونشكره على مشاركته معنا في السادسة أهلا وسهلا بك وشكرا على مشاركتك معنا وأهلا وسهلا على القناة الأهلي شكرا على الشرف لي اللي تواجدي معكم يعني بص قبل ما أدخل في الموضوع وأتكلم معك على الدوري وعلى نيو كاسل لفت نظري جدا خلفية صورتك وعدد من أسماء أهم من جوم الدوري الإنجليزي في فترة من الفترات شفت أعتقد جيان فرانكو زولا شفت تريزي جي شفت آلان شيرر تكلمنا على قصص وذكريات التشيرتات دي هذه صور ومنها صورة آلان شيرر وأيضا صورة تريزي جي مع يوفينتوس زولا من شيلسي كما ذكرت وبيزارو من باير ميونيك ستيفن جيررد من ليفر بول على اليسار معظم هذه الأسماء المشهورة هذه المجموعة الخاصة بطوال عملي كمدير فني وطوال خبرتي في الملعبة الأوروبية فأنا أفتخر بذلك يعني طبعا أنا بتذكر جزء كبير جدا من الأسماء دي أنا شفتها بيتزارو وزولا شيرر شيرر طبعا كان واحد من أهم من جوم نيو كاسل يونيتد وأهم من جوم الكرة الإنجليزية ومنتخب إنجلترا في فترة من الفترات وأبدأ بنيو كاسل معاك قبل ما أكلمك على ديربي نهارد أبدأ بنيو كاسل معاك هل بتشوف إنه نيو كاسل عاد من جديد وإنه نيو كاسل قادر في المواسم بعد المستوى الرائع اللي أقدمه الموسم ده إنه ينافس من جديد على مستوى البطولات الإنجليزية نعم أعتقد أن لدينا موسما رائعا حتى الآن أعتقد أننا سننهي الموسم في أفضل عشر عندها أو أفضل أربع عندها الآن نحن في المركز الرابع وقد أمضينا سبعة عشر مباراة بلا هزيمة بالفعل كان هناك بعض التعثرات ولكن نعم لدينا مستثمرين سعوديين أعتقد أننا الآن نحتاج لعبين فقط أفضل لتدعيم الفريق كما فعل منشستر سيتي ربما إذا حصلنا على بعض هذه التدعيمات ربما سنجد أمرا مختلفا وما وراء الكواليس لا نعرف الآن الفريق تصير بخطة ثابتة وبحكمة ليس لدينا نجوم كبيرة أو أسماء كبيرة ولكن لاعبون رائعون هل تتوقع أنه مع التدعيمات دي من الممكن نيو كاسل ينايتد يكون في صدارة المشهد يكون عنده القدرة على التفوق على أندية كبيرة زي المان سيتي وزي اليونيتد وزي الأرسنال الحقيقة قد موسم فكرنا بأرسنال الذهبي لحق بطولة الجولدينج برمير ليج قبل كده اللقب الذهبي يعني لبطولة الدولة الإنجليزية نعم أود ذلك خلال حياتي أود أن أرى ذلك أود ذلك كما يود جميع مشجيعي نو كاسل ولكن كما نرى لن نرى هذا على ما أظن خلال العام الحالي أو العام القادم نتمنى ذلك كما قلت هناك أمور تحدث وراء الكواليس وأعتقد إذا استمر الفريق في هذا النسق خطوة بخطوة وبشكل ثابت فأعتقد أننا سنرى ذلك اللعبون الآن مميزون يجب عليهم فقط ونأمل ذلك ألا يتوقفوا عن الفوز ربما حينما رأينا نو كاسل في التسعينات وفي بداية الألفينت رأينا جيلة مميزة ورأينا كيف استطاعوا أن يفوزوا بالدور الإنجليزي وحتى الآن نستطيع أن نرى ذلك ولكن عليهم الاستمرارية والاستمرارية بثبات وإذا فعلوا ذلك سنرى نو كاسل بهذه الإدارة وبهؤلاء اللاعبين يفوزون بالدور الإنجليزي هنا لازم أقف معاك وأشوف إزاي بتنظر أو إزاي بتقيم تجربة الأرسنل تجربة أرتتا مع الأرسنل تحديدا اللي نجح خلينا نقول بنجوم كانوا منهم موجودين في الدور الإنجليزي يعني زينشانكو أو خصوص من المان سيتي مارتينيلي من نادي يعني مش من أندية القمة في البرازيل وغيرهم من النجوم استطاع أنه يجد توليفة ما فيهاش اسم أو سوبرستار ولكن قدم أداء أكتر من رائع ومازال في صدارة المشهد في إنجلترا إزاي بتشوف السيزن ده بالنسبة لأرسنل وإيه سر نجاح الأرسنل الموسم الحالي من وجهة نظرها أرتتا مدير فني رائع جدا جدا هو كان مدرب مساعد باب جوارديولا فترة ما وتعلم الكثير منه وأتذكر حينما كان حينما تولى قيادة أرسنل قد لقت دعم الذي يحتاجهم من الإدارة والتدعمات التي أرادها حتى لو لم تكن أسماء كبيرة ليس لديه أسماء كبيرة كما نرى ولكنه استطاع أن يصنع تشكيلة مناسبة لفريق أرسنل ووصل بهم إلى أعلى مستوياتهم فبالتالي واستطاع أن يجمع بين خبرات اللاعبين الذين ذكرت وخبرات مجود الشباب والاستراتيجية التي يسير بها أرتتا الآن مناسبة جدا للفريق وبالنسبة لي في هذا الموسم أعتقد حتى الآن الفريق المتحمس الفريق أثار اهتمامي يؤدي بشكل جيد جدا وكما ذكرت لم يصرفوا الكثير من الملايين حتى الآن فأرتتا الآن يركز مع التشكيلة الحالية يلعب كرة غير اعتيادية من وجهة نظري هو ناجح بهذه الطريقة وكما تعرف كل ما نريده هو الإثبات على جودة المدير الثاني هو الأداء الثالث فلنرى ماذا سيحدث في الموراة القادمة إزاي بتشوف شكل منافس الموسم ده في الدوري الإنجليزي وهل بترى أنه الأرسنل يستطيع أن يحقق المفجأة ويحقق اللقب أنه ما أعتقدش أنه قبل بداية الموسم كان في حد يتوقع أنه الأرسنل هو بطل النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي هل بتشوف أنه عنده القدرة على موسطة مشواره ولا بتشوف أنه فيها أندية تانية ممكن ترفسه وممكن تكون فيها أندية تانية زي السيتي مثلا أقرب لتحقي اللقب أعتقد أن مانشستر سيتي هو الأقرب حتى الآن لأرسنل ينافس مشكلة أرسنل من وجهة نظري هو خيسيس هو مهاجم كبير يبحث عن الأداف ولكن مواجهة بعض المشاكل مؤخرا أعتقد أن أرسنل يمكن أن نرى الأرسنل على منصة التتويق يجب عليهم أن لا يفتضوا النقاط وخصوصا بعد ما قابلوا منشستر سيتي يجب عليهم أن يفوزوا بهذه المباراة وإذا فازوا بهذه المباراة أعتقد أن هذا سيدفعهم للأمام للتتويق باللقب على العكس بقى الصحيح يعني على الرغم من أنه بنتكلم على عودة ظهور الأرسنل ونيو كاسل يونيتد جاءوا من بعيد لصدارة المشهد مرة تانية عندها بتقدم موسم أكتر من ناجح بنشهد تراجع للكبار الكبار اللي كانوا في مواسم قريبة جدا أبطال دوري أبطال أوروبا المسابقة الأقوى والأصعب والأعنف على مستوى الكرة الأوروبية نادي زي تشيلسي نادي زي ليفر بول كانوا متواجين بألقاب الشامبينز ديج الموسم الحالي يعتبر من أسوأ المواسم وكتير من الأرقام السيئة اللي بيحققها الفريقين للدرجة اللي بتتكلم فيها معظم التقارير الصحفية عن رحيل عدد من النجوم ورحيل المديرين الفنيين من وجهة نظرك أسباب التراجع ده وإزاي ممكن يرجع ليفر وتشيلسي مرة تانية للطريق الصحيح أعتقد أن الأمر مع ليفر بول أمر اعتيادي حينما تفقد العديد من اللاعبين فالأمر تضيعي حينما تقوم بتغيير جلد الفريق ويقوم المدرب بهذه التوليفة الكبيرة على سبيل المثال الآن لديك أسباب كبيرة كفان دايك ولكنك لا تستطيع أن تحافظ على نفس المستوى أعتقد أن ليفر بول مشكلته هي ما أده الموسم الماضي وما فقدوا من اللاعبين ويريد أن يتعافى من هذه المشكلة فيجب عليها أن يجد أن يوجد توليفة جيدة كما كان الحال في الماضي فالآن الأمر صعب على يورجين كلوب يريد أن يجد توليفة لخط الوسط كما كان الأمر بالسابق لجد الفريق يؤدي بشكل جيد مرة وبشكل سيء مرة أخرى فالأمر صعب الآن على ليفر بول أعتقد أن ليفر بول فحينما تنظر أيضا إلى تشيلسي وتوتنام سبيرز نجد هؤلاء الفرق لا تؤدي بأحسن حال فالأمر اعتيادي بمناسبة كلامي عن صلاح وكلامنا عن نيو كاسل في بعض التقارير ربطت بين اسم محمد صلاح ونادي نيو كاسل كواحدة من الصفقات المحتملة للموسم اللي فات وكنت الحقيقة يمكن تبعت كمان كلام أثناء فترة انتقال رونالدو للنصر السعودي أنه من الورد جدا عودته مرة تانية للدولة الإنجليزية من خلال بوابة نيو كاسل هل دي صفقات اللي بيبحث عنها أو بتبحث عنها إدارة نيو كاسل لو كنت على رأس إدارة التعاقدات بالفعل سأحضر محمد صلاح غدا هو من أفضل اللاعبين في الدور الإنجليزي هو يتميز بالثبات يتميز بالمستوى الرائع جمهور نيو كاسل يريد أن يستمتع بكرة القدم وبالطبع نريد أن نرى مقعدة لمحمد صلاح في نيو كاسل أعتقد أن الجماهير ستود ذلك إذا رأيت محمد صلاح يلعب يلعب بدون أدنى مشكلة هو لاعب يستمتع بأدائه وكذلك يستمتع بجمهور ليفربول إذا أتى محمد صلاح ليو كاسل لما لا نريد أن نحضر لاعبا مثله بالفعل نود ذلك حينما نتحدث عن توسعة الاستاد والجماهير الكثيرة التي ستحضر بالفعل سيودون أن يرى محمد صلاح أعتقد أننا سنوات كجمهور نيو كاسل بنسبة 99% أن نرى محمد صلاح في الفريق ولما لا رونالدو أيضا كريستيان رونالدو صفخة نكحة من وجهة نظرك أعتقد أن رونالدو في نهاية مطافة أعتقد أننا حينما ذهب إلى الدور السعودي كانت أفضل نقلة له في الوقت الحالي نيو كاسل في حالة تطور حينما يوقع لاعبين لمدة عام أو عامين ليس أمرا محبزا ولكن نيو كاسل يوقع على المدى الطويل بالفعل نود أن نرى محبزا ولكن ليس أمرا مرجح للحدوث توقعتك لمواجهة النهاردة ديربي الميرسي سايد ليفربول أفرتن أعتقد أن الأمر صعب على كلا الفريقين المباراة صعبة كلا المديرين الفنيين يريدون أن يحققوا نتيجة إيجابية كلا الفريقين تعسر في آخر سبع مباريات أعتقد أن مباراة مهمة لليفربول يريد ليفربول أن يحظى بالنقاط الثلاث لأن حينما تحاول أن تعرض أفضل لاعبين الآن كعلى سبيل المثال محمد صلاح وتنافس على دور الأبطال يجب عليك على الأقل أن تتدرج في الدور الإنجليزي وليفربول الأثبت جدارته في البطولة المحلية ولكن بعض الإصابات ربما ستكون عائق أمام ليفربول وكذلك الحب بالنسبة لإيفرتن وكان مساعدي ستيف ستونز كان يلعب في إيفرتن ويخبرني أن الأجواء هناك صعبة جدا داخل النادي هذا الموسم أعتقد أن ليفربول ربما سيفوز بهذه المباراة خليني أسأل أو أسمع رأي جون كارفر في أهم صفقات المركاتو الشتوي من وجهة نظرك من اللعيبة اللي تتوقع أنهم يكونوا من نجوم البريمير ليج واللي يقدروا يصنعوا الفارق مع فراغهم فيما تبقى من ممتشاط في الموس أعتقد أننا جميعا نرى انتقال هالند ونرى أهداف هالند الجمهور ينتقد هالند على الأداء مؤخرا ولكن حينما ترى لاعبا يستطيع إحراز هذا الكام من الأهداف فلديه الفرصة بالفوز بدور الأبطال حتى الآن هذا الشاب لديه المزيد ليظهره ربما لن يلعب أمام الأرسنل ولكن بالنسبة لي وهذا يحدث حتى الآن هو بالنسبة لي مفاجأة لعبنا أمامهم أمام منتخب بلادي في سكوتلاندا وهالند كان مصابا ولم يععب أمامنا لحسن الحظ فهو لاعب رائع هو لاعب كبير بالنسبة لي أعتقد أن هالند هو الأفضل جون كارفر طبعا بشكرك شكرا جزيلا كل التوفيق ليك مع منتخب سكوتلاندا ده كان لقاءنا طبعا مع المدير الفني السابق لنادي نيو كاسل يونيت كلامنا كان على الدوري الإنجليزي أفكركم مرة تانية مباراة النهاردة أعتقد بصرف النظر عن ترتيب الفرقتين وبصرف النظر عن مشاكلهم في الدوري والأتنين الحقيقة بيعانوا والأتنين محتاجين قبلة حياة عشان يحاولوا يرجعوا مرة تانية وخصوصا الريفر اللي عنده ماتشو مهم جدا في الشامبينز ليج فمباراة النهاردة هتكون أكتر من رائعة فقراتنا لسه ما انتهتش وكلامنا على رجعنا تاني بقى ماتشوات الشامبينز ليج الأفريق ورجعنا تاني ماتشوات الدوري المحلي بس هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مع نجمينا النهاردة كابتن أبو المجد مصطفى يمكن يكون التحدي الوحيد والأصعب والأبرز في الموسم الحالي كله هو شهر فبراير ده صحيح أنه الموسم لسه ممتد وإحنا نتخلناش لسه في يعني منافسات الشامبينز ليج الأفريقي بقوة ونتخلناش الأدوار بقى إن شاء الله بإذن الله نتأهل بعد دور المجموعات ونروح بقى الأدوار الإقصائية وماتشوات بتبقى طبعا مستواتها أصعب لكن خلينا أقولك أنه في شهر فبراير بس الأهلي بياخد ثمان مباراة أربعة خدهم بالفعل في ماتشوات كاس العالم للأندية وهي طبعا مواجهات صعبة جدا يعني من ناحية البدنية والنفسية والفنية على كل مستوات أنت بتقابل أبطال وبالتالي أربع مباراة صعبة جدا منهم مبارتين كمان مع بطل السودان الهلاي السوداني وسان داونز في الشامبينز ليج ومنهم مبارتين في الدوري المحلي فبالتالي أنك تخوض ثمان ماتشوات تقال جدا في فترة التي تخطى ثمانية عشرين يوم من واحد فبراير ثمانية عشرين فبراير يعني كل تلات يام ونص ماتش على الليفل دا أعتقد دا تحدي صعب جدا هتكلم معاكم عن دا وهتكلم معاكم على ماتشو الهلال ومشوار الأهلي في الشامبينز ليج دور المجموعات اللي هيبدأ مع نجمينها النهاردة طبعا وضفنا كابتن أبو المجد مصطفى نجمي النادي الأهلي طبعا مساء خير يا كابتن أبو المجد صار خير وزار وزار مصر طبعا زيزي زحر رتك حمد الله تمام أنا بس أطمن عليك الأول وعرف إيه أخبارك يعني بداية يعني إلى حد ما مش أحسن حاجة في الدورة مع الداخلية لكن بعد كده الحقيقة الداخلية لفت الأنظار كلها الحقيقة والتجربة يعني لقت إشادة من الجميع يعني مش من حد معين الناس كلها إشادت بأنه في تطور في المستوى الفرقة ابتدى يظهر ليها شكل يبقى ليها ستايل في الملعب يبقى ليها نتاك وعيسة جدا وثم فجأة كت مفيش راحة للجهاز الفني عن الداخلية شايف التجربة دي إزاي وإيه كانت أسباب الابتعاد عن الداخلية أنت وكابتال ريداش حات يعني طبعا بسم الله الرحيم أنا شايف أن إحنا الحمد لله من ناحية الفنية إحنا الحمد لله نجحنا بشكل كبير جدا في التجربة بتاعة نادي الداخلية شايف أن إحنا يعني إحنا اشتغلنا في أوقات كتيرة جدا حاجات مش بتاعتك يعني أنت دخلت الفرقة ودخلت اشتغلت في بداية الموسم مع عشر لعيبة اللعيبة اللي هي صعبة بالفرقة تمام وكان في الفترة ديت لسه الدوري اللي فات ما مخلص فأنت كان بالنسبة لك كان عندك صعوبة جدا أن أنت تتحقض مع لعيبة أو أن أنت تبدأ تكلم لعيبة أن اللعيبة وهي شغالة في الدوري مركزة أنا أنا أخلص هنا أحد صفابي أه أكمل أهم شي أعيب زائد أن أنت برضو زائد أنك أنت بتتكلم وفي عشرة جريك بيتكلمه برضو بالزبط وأنت كمان يعني المتاح بالنسبة لك محدود جدا في الماديات فأكيد اللي بيتكلم معاك هو مش حطك رقم واحد أكيد حطك بعد العروض اللي هتبدأ يتفاوض معها أو يبدأ يتكلم فيها فعشان كده الدوري بقى فيه أرقام كابتن أونيات طبعا طبعا يعني الدوري بقى فيه أرقام دلوقتي مش على مستوى الفرق الكبيرة بس لا 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 أنت عندك دلوقتي مثلا بنسبة مثلا 80% الناس بتشتغل كويس أو بتدفع أرقام كويسة هجيلك الجزء دي تاني بس بعد ما تكمل تفضل بس لكن إحنا بدأنا زي ما قلت عشر لعيبة اللي هما الأدامي قعدنا فترة طويلة جدا الفترة ديت ما كنتش عارفة تجيب لعيبة يمكن كابتن رضا كان من نوعية المدربين ما بتحبش تدخل أي حد أو أن أنا مش لاقي حد فأنا أبدأ أسكن اللي أنا مش مقتنع بيه هو كان مصر أنه هو يبدأ يشتغل أو يجيب لعيبة بمواصفات تقدر تطبق الفكرة بتاعه وتقدر أن هي تنفذ طريقة شغله فيمكن ده كان مصعب الأمور شوية علينا في البداية عندنا بعد كده بدأت الأمور يعني نجيب لعيب في اتنين لعيب في اتنين لغاية لما بدأنا نخش المعسكر الأساسي أصلا بتاعه جبتوا لعيبة أغلبها ايه من الدوري ده الممتاز يعني يعني كانت البدايات الأفارق الأفارق وكان الحمد لله كان عندنا توفيق في الفترة بتاعتنا أن احنا كان معظم الأفارق اللي معنا كان لعيبة كويسة يعني معنا إيريك معنا كليتش دلوقتي عمل موسم كويس معنا رشيد رشيد دلنجيري دلنجيري دلفت برضو الأنظر بزرط كريستوفر الهاف بتجيبهم إزاي كابتنا أبو المالي يعني يعني تاخدهم كيس باي كيس ولا تاخدهم إن جنرال هل مثلا وكل لعبين هل انتوا هل أكيد بيجوا عن طريق وكل لعبين بينزلوا يتشافوا بيعمل معايشة عملوا معايشة معنا على الفترة زي ما قلت الحالي إحنا في الفترة الأونية كانت يعني العدد جوه الفرقة مكانش كبير فكان عندنا الوقت اللي انت تشوفهم كويس تمام مش شرائط يعني وفيديوهات لا 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 إحنا يعني إحنا إحنا رفضين القصة جايات إن الموضوع بيبقى مشكلة في موضوع الفيديوهات أو الرؤية عن بعض يعني إنت لازم تشوف اللعيب الأفريكي وتتطمن على حالهم يبتوم هنا فبدأت الأمور تمشي في الإطار دوت لغاية لما بدأنا نخش المعسكر الأساسي بتاع الاستعداد للموسم وده كان قبل بداية أول مطش في الدوري تقريبا بواحد عشرين يوم تمام إحنا عدنا تقريبا حوالي أسبوعين وأسبوع اللي هو التحضير لمباراة وبعد كده الدوري دي بي نسبالكو فترة كافية أو فترة مش كافية أكيد كانت فترة طبعا غير كافية كام لعيب جديد إحنا بدأنا ندخل حوالي 12 على 10 زائد بقى الناس صغيرة زائد المجموعة اللي كانت موجودة فترة مش كبيرة على فريق بيتجمع بيتجمع بيتبني من أول وجديد يعني عشان كده الفترة اللي أنت يعني معلش برضو نوضح للناس يعني لو الفريق ده هو اللي طالع من تحت زي ما هو القائمة بتاعته كانت فترة واحد وعشرين يوم هتبقى فترة مناسبة جدا بيتهيق بس برضو حسب الإمكانيات المتاحة بالنسبة لك في اللعيبة هل أنت اللعيبة اللي موجودة ديت كنت هتكمل بالشكل بتاعك أو أن أنت هتبقى تقدر تتعامل معهم في الشغل ولا لا يعني لو اللعيبة ديت اللي موجودة أو اللي صعدت بالفرقة أكيد عندها الإمكانيات أو أنت المواصفات اللي يقدر يشتغل في الدورة الممتاز أكيد كنت هسيبه وكان هيبقى بالنسبة لك سهل جدا في طريقة الشغل هتقدر أن أنت تحفظه بسرعة هتقدر تشتغل معهم مش هيخد وقت كبير أه أنت حساسي أن الدورة اللي تحت ده دوري هواء يعني يعني في فجوة كبيرة جدا من وجهة نظرك بين دور الدرجة الأولى والممتاز ألف والممتاز بي أو الأولى يعني وجهة نظر الفجوة الفجوة الكبيرة اللي هي الإمكانيات المادية المادية لكن أنت لو يعني لو لو توفر له والإمكانيات المادية والملاعب والإمكانيات المتاحة لحد ما في الدورة الممتاز لا متهقل الموضوع يختلف تحت هتلاقي لعيبة كويسة كتير وهتلاقي يعني الفرزة هيبقى أكتر من كده أسحنا بنلاحظ أنه والتقريب الموضوع ده بتكرر في آخر 4-5 مواسم ما كانتش أكتر كمان يعني أنه الفرقة اللي بتطلع من تحت بتشتري اللعيبة من الدورة الممتاز بتاعت الفرقة اللي نزلت تحت فاهم عصدي واللعيبة بتاعتها تتروح للفرقة التانية عشان تطلعها تاني دورة الممتاز وبقى في كده كراسي موسيقية ما هيش مفهومة مضبوط يعني أنا شايف أن السبب بنك الأهلي طلع خدمة دورة الممتاز بالضبط فيوتشر طلع خدمة دورة الممتاز أسوان طلع دعم دعم كله بيشتري فرقة سيراميكا طلع اشتريها من دورة الممتاز وهكذا فيه فرق كتير يعني على سبيل المثال عشان القاعدة في الأندية دات مش قوي القاعدة قطاع ناشئين ما عندوش قطاع ناشئين قوي ان انت تقدر ان انت وانت شغال بتبدأ تطلع على لعيبة تكتسب الخبرات بتاعت المتشاط والدوري الدرجة الأولى فعشان كده انت بتقابل يعني لغبطة كتيرة جدا في الحتة دات ان انت أنا كمدير فني بحاول ان أنا ادور على افضل حد بالنسبة لي عشان يقدر ينجح المنظومة لكن لو الموضوع ماشي ان خلي بالك برضو النقطة دي مهمة جدا ان محدش هستحملك ازاي كمدير فني هي مصر فيها كم مليونة كابتن ابو المجد انا هقول لحضرتك لو انت مدير فني دلوقتي حبيت تعمل تجربة ان انت تشتغل مع مجموعة صعدت بالفرقة اللي اداك القرار او اللي ساندك في بداية القرار مش هيساندك والدنيا ماشي والنتائج مش هتبقى كويس ان اكيد كل تجربة جديدة عمرك ما هتاخد النتج بتاعها في وقت قصايا يعني انا هقول لك حاجة طبعا ما تزعلش مني مع الفارق ما حاجة يزعل مني مش بقصد ابدا انا اقلل من حاجة بس يعني انا شوف فريق مثلا زي لستر سيتي في الدورة الانجليزية بيطلع من دوري الدرجة التانية من الليج وان عندهم ولمتشابيونشيب بيطلع من البريمير ليج ياخد بطولة دوري ياخد دوري الانجليزي وانجوم اللي كانوا طالعين به يبقوا النهاردة اهم اسماء في اهم الفرقة في الدوري الانجليزي ده فكر ده شغل ده فريق يعني انتكلم عن مستمد الدوري الانجليزي قوة واصعب بطولة دوري في العالم ما انا عارف انه طب انا ما بقرنش انا ما قصدش قرنة مش مقرنة بس هي الفكرة انه انت بتقول لي مثلا احنا عندنا 18 نادي في الدوري الدرجة في الممتاز صح يعني بقواهمهم 540 لعيب طلع منهم 5 في 18 بتسعين لعيب لعيب محترف اجنبي صح تمام يعني يفضل 450 لعيب مصري هم هم اللي موجودين في الدوري الممتاز بصرف النظر عن لوني تي شيرت هم اللي بنشوفهم برضو مفيش جديد مفيش مقرنة بتطلع دوري الدرجة التانية والتالتة والربع ما بيطلعوش حاجة قطاعات النشئين ما بيطلعش حاجة ده سؤال وعلم تستفهام يعني يعني ما انا بقول لحضرتك هو السؤال لي 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 نقط كثير منها ان زي ما بقول لحضرتك انا ممكن اخذ الرزق او انه في لعيبة معينة انا مش بلومك على فكرة لا لا انا هتكلم كتجربة انا بدأت اخش في المجال فانا مدرب اي لو انا جيد بدأت اخذ الرزق او ان انا اشتغل مع مجموعة انا شايف من وجهة نظري ان انت لو اشتغلت معاهم هتتقدر تطور من اداءهم لكن ده بيحتاج وقت ومحتاج امكانيات ومحتاج ان انت تزبر على المجموعة ديت عشان تبدأ تخرج العناصر اللي حدك بتقول او تبدأ ان انت تشوف مواهب جديدة او تشوف لعبة جديدة طبعا تمام لكن اللي بيتضار او اللي متاح بالنسبة لك دلوقتي اني محدش هيصبر عليك ان انت تاخد التجربة دي حدش كقدارة انا كقدارة انا دي زي الدخاء بقالي وفوش ضغط جماهير اي نوع لكن هو بالنسبة له برضو محتاج ان هو يوقع في الدوري فهيبدأ ان هو يجيب اه ناس معينة او يبدأ يشتغل على الناس معينة عشان الناس دي تضملوا البقاء في الدوري والبقاء في الدوري يعني انتو لما جيتوا مثلا تم الاتفاق معاكم مثلا اتولي المسؤولية كان الهدف المعلن انه الفريق هدف البقاء في الدوري ده هدف بيبقى الادارات بتطراحه يعني عموما يعني يا كابتن رماجم مش مكان بس ع تجربة الداخلية هل ده ممكن يبقى فكر جوه ادارات الاندية المصرية انه هدفنا البقاء في الدوري ان احنا ما ننزلش او ما نرجعش تاني ده هدف فرق كثيرة جدا في الدوري انه هو رقم واحد انه هو يفضل موجود في الدوري الممتاز ليه يعني مدام مش هينافس او مفيش طموح انه هو هينافس ايه المكاسب اللي ممكن هو بالنسبة له يعني هو مش قادر في اندام وعنا في الدوري الممتاز من 18 فرقة مش قادر تجاري الارقام اللي بتتدفع مش قادر التجاري الامكانيات المتاحة في الوقت دور ايه المكسب يعني في هدف ان انا يبقى بس ابقى موجود في الدوري الممتاز ده هيرجع على الندي بفايدة ايه الفرق ان انا ابقى بلع في الدوري الممتاز وكل سنة بصارع مسلا على الهبوط او موجود حتى زي ما بيسموه كده في المنطقة دافية يعني ان انا ابقى بلع في الدرجة التانية ايه الفرق هو الفرق هو موجود دوري الشهرة موجود ان هو لو نزل للدوري الدرجة التانية ممكن ما يبقاش ضامن ان هو يصعد تاني عشان قلة الامكانات المتاحة بالنسباله قلة الفلوس هو بالنسباله ان انا تواجد بتاعي على الاقل انا عندي مثلا فلوس رعاية بتخشلي عندي ممكن نعيب عندي يبدأ اتباع خلي بالك اللي حصل اللي حصل معنا في الداخلية محترامي انت عندك حوالي الناس القديمة معظم الناس القديمة كانت بدأ معنا بشكل ودلوقتي المضوع معهم بقى شكل تاني انت عندك محترامي سامير فكري قاعد في الداخلية كان بيشتغل معهم بقالوا فترة عمره عمره محد يعني يعني ظهر بالشكل ده غير في الوقت بتاعنا ايه فانت دي حاجات تحسبلك انت عندك مؤمن عاطف عندك اسامير فكري عندك محمود طلعات عندك الافاركة معظم الافاركة اللي موجودة كلهم جدلهم محطرمة في الدارة الممتازة طيب ليه التجربة ما اكتملتش هسمع ردك بس بعد ما نروح للفاصل نرجع نكمل كلامنا مع كابتن نابون مجد مصطفى عزيزي الاهلاوي وانت مزغول بالمنافسة على القمة طبعا جمهور نادي الاهلي يعني طبعا بيركز طبعا في مطشاط فرقته وهدفه الاهلي دايما يبقى في صدارة المشهد وممكن بالكتير يتابع مطشاط الفرق اللي بتحاول تقرب منه زمالك أو فيوتشر نقولهم بالترتيب هما فيوتشر ولا بيرامدز الوقت بتالي بيرامدز صح؟ بيرامدز فيوتشر وبعد كده المقاولين والزمالك لكن اللي ما تعرفوش بقى انه تحت فيه معارك طحينة وانه الوضع عندنا شوية في الدول المصري ممكن يبقى مقلوب يعني بدل ما المنافسة تبقى في قمة الجدول هي المنافسة الحقيقية الحقيقة في بطولة الدول المصري في قاعة الجدول المنافسة تحت طاحنة وخصوصا مع تشابه ظروف كتير من الاندية كنت باسأل كابتن أبو المجد قبل الفاصل ليه التجربة ما استمرتش رغم انه كنا ابتدين نشوف بشاير يعني كان الداخلية بعد بداية يمكن مش مش احسن حاجة لكن تشيد بالتجربة وبالجهاز الفني بقناة كابتن ريدا وشحاتة وعسنا انه الداخلية ابتدى يبقى على الطريق الصحيح ثم فجأة ابتعد كابتن ريدا وكابتن أبو المجد عن المشد تحب تقول ليه او ايه هي الاسباب اللي خلتكم ما تكملوش التجربة بدون الدخول في التفاصيل يعني تفاصيل في سبب انا شايفه انه كان سبب هو ده اللي الادارة صممت عليه ان احنا فيه وقت اللعيبة زي ما قلت بدأت جيلها عروض وبدأت يبقى فيه اندية محتاجاهم فاحنا يعني العروض بدأت تيجي في انتخالات يناير اللي فات فانت بالنسبة لك انت من الفرق اللي انت ما عندكش الرفاهية ان انت تبدأ تفرط في العيب او ان انت تبدأ تدور على العيب تاني ان انت اولا انه دي مش هوفرق ان انت تجيب العيب ان اللعيب اللي هيجي في الفترة ديت هيجي برقب هو نادي بيشارك في الدولة الممتازة اشان يسوق لعيبته اساسا يعني الوضح كده غالبا يعني غالبا فبالتالي لما يجيله عروض اكيد هيبقى عايز يخلص فانت كمان بتدي كمان يعني 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 انت بتدي كمان رسالة للفرقة ان احنا القوام بتاعنا مش كبير فانت بتدي رسالة لبقية اللعيبة ان النادي مش في دماغه ان هو يعطف في الدورة الممتاز او ان هو ينزل ما عندهش مشكلة ايه والنادي اهم حاجة بالنسباله ممكن الامور المادية ممكن ان انا ابيع لعيب او استفاد من اللعيبة تبدأ تمشي واستفاد ماديا فيمكن ده كانت النقطة الاساسية او الخلاف الاساسي الفترة الاخيرة مع كابتن رضا ومع الناس اه بس الامكانات المادية دي يمكن معظم الاندية يعني او الغلبية من الاندية المصرية بتعاني منها كابتن ابو المجد بما فيهم اندية ببيرة مع نادي الاسماعيلي مثلا بيعاني مش الموسم ده بس ده بكل مواسم والسبب بشكل اساسي برضو يعني مشاكل مادية هل ده السبب الوحيد وهل ده مخلي ان الصراع في المنافسة تشبه ظروف الاندية دي مع بعضها مخلي الصراع في المنافسة يعني على الهروب من 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 اخر الجدول اشد من الصراع على قمة البطولة وعلى اللقب بص يا في مشكلة ان في عدد من الاندية هو مش قادر يجاب يمشي في 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 الارقام اللي مع الفرقة التانية انت بتتكلم النهاردة بنك الاهلي ما شاء الله يعني السنة دي عنده مجموعة لعيبة من احسن لعيبة في مصر وبأرقام محترمة وميزانية محتوطة تخليه يعني ينافس انا بالنسبة لي ما بشتريش الكلام ده ودلوقتي بصك حتى ما مجلفين في مصر هنقول عشر نوادي عشر اندية تملك امكانيات مادية جبارة في النهاية دول هياخدوا 300 لعيب يعني هياخدوا من المشهد الكروي اللي حصل في مصر 300 لعيب منهم 50 لعيب محترف جايين من بره مش من السوق عندك هنا انا بكلمك في نقطة ايه انا في مصر المشكلة المشكلة مش للفلوس بس يعني هي المشكلة مش للفلوس طبعا الفلوس مهمة جدا تمام الامكانيات مهمة جدا لكن انا بكلم ان دلوقتي انت البنك الاهلي بامكانياته ديت اخر فرقة في الدورة حتى الان بقية الفرق ايه سبب الصراع اللي تحت ان فيه اندية مش قادرة تلتزم بالتزاماتها المادية مع اللعيبة فانت عندك مشكلة في ان النادي ده مش مستقر عندك مشكلة في ان النادي حتى مش مستقر فنيا انت كل شوية بتغير مدرب النهاردة عدد الاجهزة الفنية ده في اندية اعتقد النهاردة منتكلم على رابع جهاز فني بداية الموس هم ثلاثة المستمرين تقريبا ثلاثة او اربع فرق ميسر مارسل كولر حتى الزمالك فريرا رجع تاكيش جونياس رجع باتشيكو او جي باتشيكو كابتن اهاب جلال اعتقد مرة على ثلاث او اربع فرق تقريبا في الدول فرقتين فرقة زي فاركو ابتدت بالميدا بعد كده كابتن اهاب جلال بعد كده كابتن طرق عشري فرقة زي سيراميكا غيرت جهاز فاني يعني في فرق كتير اقص يعني مش فاهم صراحة ظاهرة يمكن بينفرد بها الدول المصري هي المشكلة انا وجهة نظري ان انت يعني مقتنع بالفكرة بتاعتك ان انت جايب مثلا سيد احمد او كابتن احمد للفرقة دية فانا الفكرة لو في البداية حصل حبة اخفاقات شوية لكن انا مصر على الفكرة بتاعتي فانت هتكمل خلي بقى الاستقرار على المدى ممكن حق نتاك قويس احنا مشكلتنا ان انت يعني لما بدأت الفرقة تقف على حلها وبدأت الفرقة يبقى لها شكل والحمد لله دا ما خدش وقت كبير واحنا شغالين في الدول احنا من بعد تريبا المطش التالت بدأت الامور تتزل بدأت الانسجام بين اللعبة القديمة والجديدة تبدأ الامور تتحسن بدأ الفكرة او طريقة لعبك الناس بدأت تحفظها فالامور بدأت يبقى فيه استقرار فني بدأت الامور ما فيهاش لغبتها خلاص انت بدأت اللعبة تحفظ طريقتك تحفظ شخصيتك فبدأت الامور تعمل ايه تمشي بشكل كويس طبيعي طبيعي ان انت هيجي وقت من الوقات ممكن ما تكسبش طبيعي انت وقت من الوقات ما تكسبش احنا 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 انت وظفت لعيب مثلا بقريت لعبته مساك وظفت لعيب مش عارف كم بلعب هاف حطيته فانت طول الوقت انت عندك مشاكل بتحصل جوه الفرقة برضو عشان زي ما بقول حضرتك انت عندك الحدود بتاعتك او عدد اللعيبة مش متاح بالنسبة لك مش ما عندكش مثلا البديل اللي هو التاني والتالت لو توفرت الامكانيات المادية من واقع تجربتك لو توفرت الامكانيات المادية للأندية دي هل تتوقع ان نشوفها بتنافس على لقب الدوري ولا برضو شبه مستحيل يعني بص يعني انا وجهة نظري بتبقى حسب فكر الناس اللي بتدير يعني فكر الناس اللي بتدير لو توفر لها الامكانيات الامكانيات ان انت يبقى عندك فلوس وعندك امكانيات مادية متاحة مش كتير لا يفكر في ان انا عايز انا نفس على الدوري تم امكانيات مالية جبارة والنتيجة صفر بس 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 بيحاول يعني بحاول يبقى في المنافسة السنة اللي فاتت كان لوقت كبير كان قريب لكن انت بتتكلم مثلا مع احترامل عندية كتير معاها امكانيات بس معاكل الاهلي والهلال ماتش منتظر بعد طبعا فترة طويلة يمكن بنرجع مرة تانية للشامبيونز ديج ملعب نشغل للدور التمهيدي بس اتحاد من استيري بس الحقيقة كان بداية بداية رائعة الميستر كولر اجمالا بس شايف السيزن ده كورة الاهلي مع كولر ازاي يعني ايه اكتر حاجة عجباك في الراجل اكتر حاجة حسيت انه ساب بصمة فيها على فرينادي الاهلي او اتطور فيها كورة النادي الاهلي مع مرسال كولر بس امكان انا شايف انه كان في بداياته ما كانش الامور بالنسبة له سهلة مع اللعيبة اللي كانت متاحة او اللعيبة اللي اشتغل معها كانت في مشكلة في الفترة الاولانية هتلاقيه معظم الوقت مسبب تشكيل ما كانش لسه حافظ امكانيات اللعيبة اللي موجودة يمكن انا شايف مع الوقت ويمكن كان بدايتها فعلا تصفيات افريقيا فكانت الامور بالنسبة له بدأ يحط كل اللعيب او يوظف كل اللعيب في المكان اللي هيقدر يتميز فيه فيمكن ده انا شايف انه بدأ يشتغل حتى مع الفرقة بشكل تدريجي فبدأ المستوى يعلى بعد فترة فانا شايف حتى لغاية لما وصلنا لكاس العالم لأ يعني فيه فيه امور كتيرة جدا فنية انا بالنسبة له انا بتفرج على النادي الاهلي حسيت انه هو فكره بدأ يختلف مش ده اللي بدأ مع النادي الاهلي الدوري ومش ده اللي بدأ المطشاط اللي قبل الكاس العالم كمان يعني شايف انه في الكاس العالم يعني كان كبيرة جدا مع اللعيبة ومرونة تاكتيكية جوه الملعب ففكرة التدوير اللعيبة وفكرة ان انا النهاردة بلعب بتلاتة والتلاتة المطش اللي بعدي بيختلفوا وعندي ان انا اقدر ادخل عناصر وانا رأيي هو نجح في الفترة ديت ان هو قدر يجهز لعيبة كتيرة جدا تقدر تلعب في اي وقت وخاصة هو يعني في كاس العلم بس يعني هو كان بفكر طبعا بطولة مهمة ان انت تحقق فيها ميداليا لكن هو ادر ان هو يجهز كل اللعيبة عشان بقيت الموسم كل عشان الفترة اللي بعدها ان انت عندك الفترة اللي بعدها صعبة صعبة وقت قليل جدا عايز عرف يعني قياسا على اخر مواجهات الاهلي هناخد البطولة دي نقيس شايفو ازاي بالنسبة واشن راحين لمنافسات دوري الابطار وشايفو ازاي كمان بالنسبة للمطولات المحلية دوري وكاس يعني بص انا شايف ان النادي الاهلي وصل للكيرف اللي هو العالي المرحلة اللي هي لعب فيها الاربع مبارات بتوع كاس العلم لاندية انا شايف ان اداء الفرق اتطور بشكل كبير جدا شخصية النادي الاهلي بدأت ترجع في ان انا مش مستعجل وان انا عندي نسبة هدوء جوه الملعب وعندي ناس بتبدأ تطبق فكرة التدوري الكورة وان انا مساحات قريبة وان انا حتى بعد ما بفقد الكورة بص خلصها فقال لوقت ممكن فانا شايف ان الحاجات دي كلها مكاسب للفرقة وان اللعيبة بدأت تركز ان انا عايز حافظ على مكاني وان انا عايز استمر في ان اكون مشارك بصفة اصيصية مع الفرقة وبدأ يبقى فيه تنافس ما بين اللعيبة وبين بعض داخل الفرقة انا شايف كل دي نجاحات لمستر كولر الفترة اللي فاتت ويمكن دي يعني انعكست على الاداء جوه الملعب الشكل بأفضل فكرة ان انت بتفرض شخصيتك على اي حد دي كانت موجودة طبعا مع اختلاف المدارس واختلاف الامكانيات الفرق اللي انت بتلعبها انت قدرت تجاري الناس ديت وقدرت ان انت تطبق فكرك وان انت قدرت ان انت الفكرة اللي انت كنت بتحاول تطبقها كل ماتش لأ يعني تنفزت بنسبة كبيرة مع اختلاف طبعا يعني انا شايف ان فيه ناس بدأت لأ انا احنا قرأينا انه هو يلعب بالتشكيل اللي هو الفول تيم اللي هو لأ انا محتاج ان اخذ البطولة انا شايف حتى يعني حتى في المباراة الاخيرة فكرة لما ينزل خليع عبدالفتاح ولا مراونا عطية ولا ورا ياسر ابراهيم انا شايف ان دات مش ما عملتش ارتباك جوال لا بالعكس الحقيقة بشكل اكتر وانا بحيي اللعبة دي كمان ان هي في ظل الظروف دية وفي ظل ضغط العصب اللي كان موجود فيه والمنافسة مطش الهلال صعوبته في ايه كابتان ابول مجد مطش الهي مطش الهلال السوداني صعوبته في ايه من وجهة سيناريو المطش صعوبته في ايه من وجهة نظرك وهل تشوف انه الاهلي قادر يرجع بتلت نقاط ولا نقطة واحدة في الجوهرة الزرقاء تكفي زي ما بيقولوا بص انا شايف ان صعوبة المباراة ان هي كبدأة مشوار النادي الاهلي خارج خارج ملعب خارج الملعب اتوقع ان السيناريو يبقى مشابه لما اتحاد الملسيلي اللي راجل راح فيه لعب ضغط وهاجم اتحاد الملسيلي في ملعبه وصه جمهوره ولا سيناريو الهلال مختلف انا هقولك على حاجة انت الفترة اللي جاية هتلاقي الناس عامل حساب للنادي الاهلي بشكل جبير جدا بعد كاس العالم لاندي فانا شايف ان ده هو اللي هيصعب المطشاط فكرة ان اللعيبة او الشكل اللي كان عليه النادي الاهلي لما هتروح تلعب اي فرقة في المجموعة هتبقى عاملالك هتبقى اهم مطش لها في السيزن كله هتبقى اهم مطش هتبقى مركزها بشكل جبير جدا مهم جدا ان انت بإذن الله يعني تحقق اول فوز ليك وخاصة يبقى برى القاهرة هيبقى هيبقى يعني ويريح حسابات المجموعة جدا يريح حسابات المجموعة جدا بالضبط نوارت الدنيا كابتن ابو المجد بشكرك شكرا جزيلا يا ربزيزي بكل التوفيق ليك طبعا في مشوارك اللي جاي ان شاء الله بشكركم على المتابعة وهيكون لنا كلام على مطش الاهلي والهلال على مدار الاسبوع حلقات السادسة ان شاء الله بإذن الله حلقة هتكون مخصصة للهلال نحاول نقدمه لحضراتكم بشكل في تفصيل أكتر الهلال نيولوك في مسابقة الشامبيونز ليج في نسختها الحالية بشكركم على المتابعة بكرا نتقابل حلقة جديدة السادسة تحياتي لكم